السؤال اللي بعد كده من حساب الله معنا الله معنا الحساب السؤال بيقول تزوجته رجل معه أولاد وحق الشرع عنده وحق الشرع عنده مشاكل وما بيحصلش أي حاجة بيننا وكانها بتتكلم عن العلاقة الخاصة وأنا تعبت وكل ما أطلب الطلاق يا نهار ويصعب علي وأسكت لكن ما بقتش قادرة ولا رضية أعمل إيه المسألة بسيطة أن في الأحوال اللي زي دي لازم يدخل خبير ليه طيب لأن المعنى اللي أنت بتقوليه دوت أنه ما بيبقاش عنده إرادة أنه هو يحصل بينكم العلاقة الخاصة والعلاقة الحميمة يبقى أنت محتاجة تدخل لأن قد يكون هناك سبب من الأسباب الصحية أو قد يكون هناك سبب من أسباب النفسية ودوت بيحدث كثيرا فلابد أن احنا نتوقف عند السبب لأن معرفة السبب هو اللي يتحدد عليها بعد ذلك الاختيار وبعد ذلك القرار على أن نستمر أو لا نستمر الأمر الثاني أنت بتقولي أن أنت كل ما تطلب منه الطلاق هو بينهار وبيبكي فأنت بتعودي مرة ثانية الحقيقة مش هو ده الحل مش للحل إما أن تقبلي بهذا الوضع وتتعرضي نفسك للفتنة ولا الحل كمان أن أنت ما تبحثيش عن حل المسألة دي وتطلقي يبقى الحل وإيه أن احنا نبحث عن خبير يستطيع أن يصلح فيما بيننا ونعرف الأسباب الأساسية في هذه الحالة التي بيننا أما وإننا لا مش عايزين خبير ومش عايزين نروح لده وفيه سبب موضوعي زي السبب لحضراتك ذكرتيه ده بيخليكي عايزة تطلقي لا أنت لو طلقت ما مش هيبقى حرام عليك لو طلبت الطلاق مش هيبقى حرام عليك بس إحنا بننصحك تعملي إيه أن أنت تذهب للخبير لأن بعض الأحيان الحاجات دي بيكون لها حلول كتيرة جدا جدا وإحنا اللي بيشرفونا في مركز الإشارة الزواج في دار الإفتاق المصرية بنجد كثير من الحالات اللي زي دي بيحصل فيها حلول والحياة الزوجية بتنصلح بس خليني قبل ما تجنى أنت لازم تسألي نفسك عدة أسئلة هل زوجك ده فيه صفات حسنة تساعدك على أنك أنت تبقي معها من غير ما تحاولي بقدر الإمكان أن أنت تهدري كل العشرة اللي بينكم عودي وفكري هل فيه صفات حسنة ولا لا فكري إيه الدوافع اللي دفعتك أن أنت تتطلقي بجانب المعنى والموضوع اللي أنت ذكرتيه ده لأن في بعض الأحيين بنسأل الزوجات لما بيجلنا في مركز الإشارة الزوجية يعني الموضوع اللي أنت بتكلمي فيه ده لو تحل يعني لو راح للطبيب فالموضوع ده تحل هتقع يبقى خلاص العشرة بينكم تدوم ونصلح الحال ولا لا فلذلك السؤال ده أنا بنصحك أن حضرتك تسألي نفسك السؤال ده قبل ما تجلنا لأن إحنا بالضرورة إحنا محتاجين نروح لخبير ونسأله لأن هذه من المواطن ومن المواضع التي نحتاج فيها إلى خبير بشكل عاجل اشتركوا في القناة